نهاية سرية وشرطة تكشف لنا القصة الحزينة لبعض الشخصيات التي كنا نظن أنها شريرة وغرف مخبأة تحتوي على أسرار مرعبة قد تغير نظرتك تجاه القصة بأكملها الجزء الثالث من لعبة غارتنوف بانبان مليئ بالأسرار والنظريات والحقائق المخيفة التي لا يعرفها الكثيرون وفي هذا الفيديو سأتحدث عن أسرار لم تعرفها عن هذه اللعبة الغامضة لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة الآن وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك النظريات والأسرار التي أكشفها في قناتي وبدون أن نطيل عليكم اربطوا لحظة ما وهيا نبدأ الوحش العملاق يتكلم في بداية الجزء الثاني تستطيع رؤية وحش العملاق يشبهه بدرجة كبيرة أحد الوحوش من لعبة دورز والذي يدعى أمبوش وأما في لعبة غارتنوف بانبان نعرف من أحد التقارير أن اسمه زولفيوس وهو يمتد من الظلام المرعب من أعماق المختبر السري وفي أحد الغرف السرية تستطيع إيجاد تسجيل صوتي وإذا قمت بتشغيله في أحد مكبرات الصوت العملاقة سيأتي زولفيوس إلى مكانك بسرعة وسيقول أنه آسف لا نعرف من الذي يعتذر منه بالتحديد لكن هناك الكثير من النظريات التي قد تفسر ذلك فعلى سبيل المثال من الممكن أنه يعتذر لعدم قدرته على مساعدتنا لإنقاذ الأطفال والاحتمال الثاني هو أنه أحد العلماء الذي كان يعمل على هذه التجارب المرعبة وتحويل الأطفال إلى الوحوش التي رأيناها في المكان وبسبب خطأ ما تحوله أيضا إلى هذا الوحش المرعب هذا يقودنا إلى سر آخر أردت التحدث عنه وهو الغرفة البيضاء في بداية اللعبة تنزل إلى غرفة تحت الأرض حيث تجد فيها قنديل البحر العملا وهو نائم هناك لكن هل كنت تعلم أن هناك غرفة سرية خلفه يجب أن تحصل على مفتاحها من خلال هذا الرجل الآلي وعندما تدخل إليها تجد الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام أولا نعرف أن هذا الوحش ذو الرأسين هو في الحقيقة سلحفاء تم دمجها مع سحلية من خلال غرفة التجارب والشيء الأكثر أهمية من هذا هو التقلير الذي تجده على الطاولة والذي يتحدث بالفعل عن مادة الجيفانيوم وقدرتها على دمج هذه الحيوانات مع بعضها البعض للحصول على وحوش ضخمة لديها قوة كبيرة وليس هذا فقط بل هناك غرفة سرية أخرى وهي الغرفة الخضراء فعندما تصل إلى المركز الطبي تحديدا المكان الذي حدثت فيه هذه التجارب تصل إلى غرفة تجد فيها نسخة سوداء من العنكبوت الأزرى وتقوم بحل بعض الألغاز التي تعطيك هذه الحقنة والتي من خلالها تنجح في إعادتها إلى الحياة وتنهي حالة الملل والوحدة التي كان يشعر بها ناب ناب لكن خلف هذا المختبر هناك غرفة مغلقة يجب عليك إيجاد مفتاحها في منطقة بانبولينا وعندما تدخل إلى هناك ستجد التسجيل الصوتي الذي تكلمت عنه في بداية الفيديو والذي يجلب لك العملاق زولفيوس بالإضافة إلى رسالة غامضة من أحد العلماء يتكلم فيها عن قنديل البحر وقوته الهائلة في التدمير وأنه يشكل خطرا كبيرا ليس على المختبر والمدرسة فقط بل العالم الخارجي بأكمله الرموز السرية خلال جميع أجزاء هذه اللعبة حصلنا على الكثير من الرموز التي تقودنا إلى مواقع سرية تكشف لنا أسرار كثيرة عن قصة هذه اللعبة وفي الجزء الثالث هناك ستة رموز سرية تستطيع إيجادها في التقارير التي تتحدث عن التجارب المرعبة وجميع هذه الرموز تساعدك في إيجاد حل لأحد الألغاز الموجودة في الغرفة الخضراء والتي تكلمت عنها سابقا الأشرطة السرية يوجد ثلاثة أشرطة سرية تكشف لنا المزيد عن قصة هذه الوحوش الحزينة وكيف عانت في هذا المكان قبل أن نسل إليه أول واحد تستطيع إيجاده في منطقة الشرطي تودستر فعندما تكون تبحث عن المجرمين لوضعهم في السجن وحل اللغز هناك زر مخبأ تحت الطاولة يقودك إلى أحد الأشرطة التي يريد التحدث عنها وإذا عدت إلى الشاشة التي كانت في بداية اللعبة تستطيع تشغيلها ورؤية الشكل الحقيقي للشرطي تودستر قبل أن يتم تحويله إلى أحد الوحوش في المدرسة وهو في زنزانة صغيرة لا تستطيع رأيته في الجزء الثالث أبدا لكن من المؤكد أنه سيكون الوحش الرئيسي في الجزء الرابع حيث تستطيع رأيت صورته على غلاف اللعبة وأما بالنسبة للشريط الثاني ستجده بعد الهروب من جنب وجوش أنت وبان بولينا وإذا قمت بتشغيله نرى ولأول مرة أحد الأطفال الذين كانوا يلعبون مع كابتن فيدلز في منطقة اللعب من الجزء الأول ومن الممكن أن هذا الفيديو تم تصويره قبل حدوث الكارثة التي أدت إلى انهيار الروضة بأكملها وخروج الوحوش عن السيطرة وبدأت في مهاجمة الموظفين والأطفال الصغار لا نعرف إذا ما كان الأطفال في مكان آمن أم لا لكن من المؤكد أننا سنجد إجابة لهذا في الجزء الرابع الشريط الثالث يظهر فيه بان بان وهو يتحول إلى تلك النسخة الشريرة والتي حاولت التهامك في أكثر من مرة وتبقى لغنديل البحر فإن الوحوش في هذا المكان تتحول من حالة هادئة إلى حالة غضب شديد وعدم السيطرة على نفسها الشيء الذي يجعلها تهاجم أي شيء تراه أمامها مثل ما رأينا في نهاية اللعبة عندما حصل قتال شرس بين الوحوش وجنبو جوش وأخيرا لدينا الشريط الرابع الذي تظهر فيه بان بولينا وهي جالسة في زنزالتها حزينة جدا مما يجعلك تفكر في حقيقة ما حصل لهم وما هي قصتهم الأصلية قبل حدوث التجارب ناب ناب يقوم بمراحقتكم خلال تقدمك في اللعبة يقوم قندل البحر بأخذك إلى أحلامه لكي يشرح قصته ويقول لك عن خطوته القادمة للهروب من هذا المكان إلى العالم الخارجي وفي أحد هذه الأحلام تكون في سيارته مع بعض الوحوش مثل كابتن فيدلز أو بيلا بير لكن إذا نظرت خلفك تستطيع رؤية العنكبوت الأزرق وهو يقوم باللحاق بكم وهو مرجع إلى الجزء الثاني حيث تستطيع وبسهولة ملاحظة أنه وحيد لسبب مجهول وحتى في سورة العائلة يكون بعيدا عن الجميع مما يجعلك تظن أنهم يكرهونه لسبب لا نعرفه بالتأكيد التقارير المهمة خلال تجولك في اللعبة تستطيع إيجاد الكثير من التقارير والرسائل التي تكشف لنا حقيقة كل شيء وتفاصيل مهمة عن كيفية حدوث التجارب ومن الذي خطط لكل شيء وكيف حصلت الكارثة في بداية اللعبة تجد رسالة من أحد الموظفين الذي يقول أن كل شيء كان طبيعيا وفي لمح البصر خرج كل شيء عن السيطرة ودمرت الوحوش كل شيء في المكان واختفى جميع الموظفين في ظروف غامضة وغير معروفة وفي تقرير آخر يتحدث عن بانبان نعرف أن الإدارة أرادت الحد من قدرته في التفكير من خلال حقنه بنسخة من الجيفانيوم المعدل لكن النتيجة أدت إلى العكس تماما الشيء الذي جعله يتحول إلى نسخة أكثر شرا من قبل وفقدته السيطرة على نفسه بشكل كامل وفي أحد التقارير التي تجدها في منطقة الاختبارات نعرف أنه تم إنشاء ستنغرفلين من خلال دمج أحد البشر مع قنديل البحر من خلال المادة الخضراء وعلى عكس التجارب الأخرى قنديل البحر كان مسالما جدا ولم يظهر أي نوع من العنف تجاه الموظفين الشيء الذي جعلهم يقومون بتجهيزه لذلك اليوم الذي تحدثت عنه في فيديوهات السابقة والذي يدعى أحذر صديقة وفي التقرير الأخير نعرف أن الوحش السلحفاء كان تجربة فاشلة لأن أي تجربة تحتوي على أكثر من ثلاث حيوانات ستفشل في النهاية لكن ولسبب غير معروف هذا الوحش كان تجربة ناجحة إلى حد ما الشيء الذي أجبر العلماء بالاحتفاظ به لخطط مستقبلية صورة الوحش الجديد بعد وصولك إلى المرحلة التي تؤدي إلى المختبر الرئيسي يظهر وحش مرعب لديه رأسان وبعد القضاء عليه تستطيع الحصول على صورة سرية قد تكشف لنا شكل الشرطي توتستر الذي يظهر بلونين مختلفين لا نعرف إذا ما كان هذا هو شكله الرسمي حيث تقوم الشركة بتطوير كل شيء لكن الشيء الأكثر أهمية هنا هو دوره في الجزء الرابع حيث أن كونه شرطي يعني أنه قد يساعدنا في مهمتنا لإيجاد الأطفال وإخراجهم من هذا الكابوس المرعب وإيجاد طريقة للتخلص من جميع الوحش الشريرة وإيقاف الخطة الغامضة لقنديل البحر الذي قال في أحد المشاهد أنه يحتاج إلى الأطفال لتنفيذ خطته للهرب من الروضة والذهاب إلى البحر الحقيقي في الخارج الشيء الغريب في كلامه والذي لم يعرف معناه الكثيرون هو أنه قال أنه سيترك أحد البشريين على طبيعته لكي يأخذ الأطفال إلى بيوتهم بعد الانتهاء من خطته هل هذا يعني أن الخطة أو العملية التي يريد تنفيذها لن تؤدي إلى موتهم أما أنه يحاول خداعك لكي تساعده في تنفيذ كل شيء ويقوم بخيانتك في نهاية المطاف كل هذا وأكثر نتمنى معرفته في الجزء القادم ما رأيك في هذه الأسرار؟ وهل هناك أشياء لم تتكلم عنها؟ شاركنا في التعليقات الآن لأنني أقوم بقراءة جميع تعليقاتكم وناظرياتكم شكرا لكم وراكم قريبا شكرا لكم